قررنا نعمل بلاي لست فيها مواقف حياتية بالإنجليش يعني لو انت شخصا مبتدئ تلاقي مواقف تتعامل بيها وازاي تعبر ولو قابلك حد مسلا جديد تقدر تتعامل معه ازاي وتعرف عليه ازاي ولو انت مستوىك متوسط فاكيد هيقابلك مواقف جديدة ما تعرفهاش ولو انت مستوىك كويس جدا وتعرف قريدي تعبر فاسمع الاكسنت جايز تساعدك ان انت اتطور من نفسك انا خالب موحددين واهلا بكم في فيديو جديد في قناة 5 minute practice صغير هلو hi nice to meet you nice to meet you too i am khaled no way me too my name is khaled really that's funny i think we should be friends yeah i think so too by the way i'm a student in computer science sounds good and i'm a graphic designer oh great know what i was looking for a graphic designer to draw a picture of me that's very easy i can handle that i really appreciate it thank you دلوقتي بعد ما سمعتوني وانا بكلمني تعالوا نشوف ايه اللي تقال في الحوار بالضبط بدأت الكلام وانا داخل علي وبقوللي يعني اهلا بيك فروحت ردد علي بطبيعة الحال وقلتلي يعني اهلا بيك انت كمان وانا مبسوط ان انا قبلتك فردت علي تاني وقلتلي يعني انا كمان مبسوط ان انا قبلتك وروحت اقيل له انا اسمي خالد وطبعا عشان انا كمان اسمي خالد فردت بكل دهشة وتلقائية مش معقول انا كمان انا كمان اسمي خالد وطبعا عشان انا كمان اسمي خالد الصدفة غريبة جدا فروحت ردد علي وقللي مش معقول بجد ده شيء مضحك جدا تالي احنا لازم نبقى صحاب يا ابو الصحاب فروحت اقيل لي يعني ايوه فعلا انا كمان اعتقد ذلك وبعد كده رحت مكمل كلام واقيل لي بالمناسبة يعني انا طالب في كلية حاسبات ومعلومات او انا طالب لكم بيتر ساينس بقى اللي هو ايه خالص عرفنا على بعض بالمناسبة بقى انا في حاسبات ومعلومات فروحت ردد علي انا كمان واقيل لي معناها حلو جدا وبعد كده رحت مكمل كلامه بقوله انا بقى هعرفه بنفسي فقلت له وانا انا انا مصمم جرافيك هنبتدي ناخد على بعض بقى ونتعرف على بعض فدي بقى صدفة عجيبة مش معقول مش معقول طب تصدق بيه قول لا اله الا الله انا كنت بدور على مصمم جرافيك عشان يرسم سورالية ياسا ده ايه المصالح اللي بتجي يا جادة والله العزي وانا بقى كمصمم فبرد عليها بدوري وبقوله بقوله يعني بسيطة جدا انا ممكن اعملك ده فانا بقى بكل ادب واخلاق برد عليها وبقولي انا فعلا مقدر اللي انت بتعمله عشان يدوته شكرا يا صاحبي شكرا جدا فانا روحت اردد علي وبقولي يعني انت بتقولي ايه ده احنا اخواتي يا باشا انفيش الكلام ده احنا واحد انت بتشكرني لا شكرا على واجب يا حبيبي وبعد كده كان لازم اخلص الحوار عشان ما نطولش في معادي الفيديو وقلتلي اي جادة جو ناو او اختصارها بنقولها فبقت انا لازم امشي دلوقتي الرجل احرمني ما ينفعش لازم ارد عليه فقلت له طبعا يعني اشوفك فيما بعد هي معناها بس بالبلد دي كده بالعامية بتتقل فلما باجي رد عليه بقى بقوله يعني انا كمان اتمنى اشوفك في وقت تاني بس وامشي ابقى عشان اجي اكمل الفيديو معاكم وبكده عارفنا واحد من اهم المواقف الا اكيد هتقابلك لما تيجي تعمل مع ناس جديدة او تقابل حد جديد في حياتك وعلشان تقدر تستفيد اكتر بالفيديو ارجع تاني من الاول واسمع المواقف واحنا بنتكلم انا وانا يعني اسمعنا واحنا بنتكلم وحاول تفسس كل كلمة بتتقالس ازاي وتقول ورانا لو السرعة سريع جدا بطق الفيديو شوية علشان تقدر تستفيد باكبر قدر ممكن وتمرم مع نفسك كتير وكأنك بتتكلم مع حد علشان يبقى الموضوع عادي بالنسبة لك ودلوقتي وصلنا وبالمناسبة مش انا اللي هقوله لا مش انا اللي هقوله النهاردة فيه ضيف مميز جدا عندي يا جماعة هو اللي هيقول الادم تفضل تفضل يا باشا تفضل يا اخلاق يا بكرم تفضل يا صاحبي حبيبي حبيبي تسلم لي شكرا ودلوقتي جي الادم وانا اللي هقوله لكم بقى والادم بتاع النهاردة هو وده بيتقال على الشخص اللي قاعد على الكنبة مبيعملش اي حاجة وبس بتفرج على التلفزيون وكده عادي مبيعملش اي حاجة وارا زي مثلا معناه امبارح انا مكنش بعمل اي حاجة غير ان انا قاعد على التلفزيون بتفرج ومبيعملش اي حاجة مفيدة انا كنت بس كده ده كان الفيديو بتاع النهاردة متنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب لو مش عامل واعمل شير عشان الناس اكتر تستفيد وكمان قل لنا رأيك في الكومنس ايه المواقف اللي تحب نقولها المرة الجاية عشان تبقى على زوقك ومن اختيارك انا بس كده سلام موسيقى 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 اشتركوا في القناة